ليلة عبداللطيف تؤكد حرب وشيكة لا محالة بين بلدين وضحايا وأبرياء بالآلاف برحب حضراتكم معينا في قناة التوقعات الأيام وحلقة جديدة من حلقات التوقعات لسيدة الإلهام ليلة عبداللطيف وعدد خطير من توقعاتها للدول العربية وأيضا للعالم وفكرك سريعا تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل متابعي توقعات في العالم ولو انت جديد معنا شرفنا بالاشتراك في القناة وما تنسي اشتفع للجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول تتوقع ليلة عبداللطيف أنها تشهد إيطاليا احتجاجات وفوضى وأعمال شغب بتؤدي لحدوث حدث مؤسف في أخطر الشوارع الإيطالية المعروفة وسنرى مشاهد انتشار مسلح للعصابات في هذه الشوارع بشكل عنيف وخطير انهيار مدمر بيطال بعض الشوارع الإيطالية وبيؤدي لخسائر فادحة وحوادث مؤسفة الأنظار في إيطاليا حتكون على بابا الفاتيكان وعلى الفاتيكان لحدث صحي مفاجئ خضى وبلبلة وفوضى على أبواب الفاتيكان والإعلام بينقل الحدث وشرطة الفاتيكان تتدخل وتطوق المكان سنرى الأمن والجيش المغربي على استعداد لردع أي عمليات تخريبية قد تطال المغرب خلال المراحل الراهنة الشعب المغربي سيكون خلف القيادة والملك مهما كانت الظروف أزمة سياسية مفاجئة بتوتر الأجواء بين المغرب والجزائر لكنها هتمر إن شاء الله على خير سيقود الملك المغربي حملة واسعة على الفساد وسنرى أسماء وشخصيات مغربية كبيرة بعيدة عن الوجهة السياسية وبعض هذه الشخصيات ستكون وراء القطبان بعد حدوث ثورة إصطحات أرى تغييرات كبيرة في الحكومة المغربية وجلالة الملك المغربي بيتعرض لعارض صحي طارق وبيمر بسلام بإذن الله قرار جريء من الملك المغربي بيفاجئ الجميع وهذا القرار سيعيد الثقة والهدوء للشارع المغربي بعد موجه من الاترابات الواسعة كمان بتتوقع إن حيكون في زيادة فرواتف في المغرب للجيش المغربي وكمان اللي شغالين في الحكومة مئات الآلاف من الصينيين حنشوفهم في مظاهرات حشدة بترافق أعمال شغب وفوضى وحرق وتكسير وستبدو المدن الصينية كأنها ساحة حرب وده بسبب حدث مؤسف وكبير شايف الصين أمام أزمة صحية جديدة وخطيرة ووسعة وده بسبب تفشي سلالة جديدة مثل كورونا وأيضا غير كورونا وربما ستكون أخطر وخطوات الصين وتيوان ستصبح قريبة جدا نحو الموجهة والحرب وأرى إن هذه الحرب آتية لا محالة وتؤدي إلى سقوط آلاف الضحايا والأبرياء ما بين الصين وتيوان والموجهة دي هنشوفها في الـ 2023 أو الـ 2024 أو الـ 2025 حركة دبلوماسية نشطة بالـ 2023 بتشمل سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وبسبب أحداث عربية وبارزة في المرحلة القادمة السلطان هيثم بن طارق بيتجه إلى إصدار قرارات حكومية بتشمل زيادة الأجور وتصحيح الأوضاع السكنية والمعيشية أمام جميع المواطنين في سلطنة عمان وسنرى افتتاح مطار جديد في عمان بأحداث المواصفات الهندسية كمان السلطان هيقوم بإصدار قرار بالعفو عن بعض السجناء اللي لم يقوموا بارتكاب جرائم خطيرة وكبيرة خاصة من كبار السن سنشهد أيضاً لأول مرة في السلطنة حضور فاعل ومهم لها في لبنان وبعد الدول العربية كمان بشكل مفاجئ بسبب أحداث همة الأحداث والإحتجاجات اللي بتشهدها إيران اليوم بتتواصل بتتواصل في الثلاثة وعشرين والأمور في بعض المناطق بتصبح عنيفة وخارج السيطرة وبتؤدي لحدوث بعض التغييرات السياسية والعسكرية في الوجوه والمناصب لكنها شايفة حلول قادمة وعودة الهدوء للشارع الإيراني اللي هتشكل أكبر المفاجآت على الساحة الإيرانية خلال المراحل القادمة والتغييرات القادمة سوف تشهد إحدى المناطق الليبية للأسف شبكات مسلحة بين جماعات مولية للسيد الدبيبة وبين جماعات متطرفة وسوف تؤدي إلى سقوط قتلى وجرحة وراء الجيش الليبي يتدخل للسيطرة على هذه الاشتباكات الأنظار مع الإعلام بتتجه في الليبيا على السيد الدبيبة لحدث مؤسف وهنا أقول له بأن يجب أن ينتبه على أمنه خصوصا خلال الفترة القادمة العاصمة الليبية ترابلوس ستكون من جديد تحت رحلة المخاوف والتهديد من عودة الاقتتال والاجتماع وده بسبب بعض التطورات القادمة وشايفة الساحة السياسية الليبية على موعد مع شخصية الليبية قوية وبارزة لها جمهورها وشعبيتها على الأرض وبتتمتع بالإحترام والتقدير من فئات وقيادات الشعب الليبي واللي هتلعب أدوار بارزة وكبيرة على الساحة الليبية خلال المراحل القادمة وهيكون لها دور فاعل مع محاربة كل أنواع التطرف والإرهاب والتنشيط مع كافة الأجهزة الأمنية في الليبيا فبتقول بشوف أن ممكن تكون كمان الرئاسة في الليبيا هتوصل لبر الأمان على الطريق الصحيح مع سيف الإسلام القزافي اللي هيكون ليه دور يوما ما في الليبيا الأنظار والإعلام هتروح لألمانيا بسبب حدوث عدد من الأحداث المتسرعة مما يجعل ألمانيا في حالة تأهب واستعادات داخليا وخارجيا وكأن الحرب أصبحت على الأبواب الألمانية ألمانيا بتشدد في إجراءات منع لجوء المزيد من المهاجرين لأراضيها بشكل صادم وحازم خلال الأشهر القادمة ستقع أحداث مؤسفة في عدد شوارع ومناطق في ألمانيا بسبب موجة أحتجاجات عارمة بيرفقها مشاهد وإطلاق ناره كأنها تحت حرب أو حرب شوارع بتؤدي لخسائر وفوضى كبيرة هتقوم ألمانيا بإنشاء مركز كبير بيضم أعداد كتيرة من اللاجئين أو النازحين الأجانب المتوجهين بشكل قانوني على أراضيها خاصة من السوريين وحتكون شروط الإقامة في هذا المركز صعبة ومدروسة وده بهدف ضمان الاستقرار ومنع القيام بأي عمل مخالف للقانون من خلال هذا المركز الخاص باللاجئين بألمانيا المدارس والجماعات في الجزائر حتكون حديث الإعلام بسبب حدوث تغيير شامل وكبير في المناهج التعليمية وحتشت حركة إرباك وبلبلة طلابية واسعة في الجزائر كمان سيطال هذا التغيير قطاع الموظفين مع قرار بزيادة الأجور في القطاع العام وارتياح شعبي كبير لهذه القرارات من الحكومة الجزائرية كمان شايف بداية توطر في العلاقات ما بين المغرب والجزائر وهذا التوتر بيؤدي لحدوث حدث مؤسف بين البلدين ستلعب الجزائر دور دوماسي وسياسي كبير على الساحة الليبية وحتساهم في تسهيل الحلول لإنهاء الحرب والصراع في ليبيا كمان الإعلام والأنظار على فريق رياضي جزائري لحدث هام ومهم في نهاية حلقة النهاردة بشكر حضراتكم وإلى اللقاء غدا وتوقعات جديدة دمتم في أمان الله ورعايته